اهلا بحضراتكم في هذه التغطية طلق رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود واصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان الاتصال تناول الجهود التي تقوم بها مصر للتوصل الى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وانفاذ المساعدات الانسانية بكميات كبيرة وكافية لاهالي القطاع حيث حذر الرئيس من خطورة التصعيد مؤكدا اهمية العمل على وقف اتساع رقعة السرع وضرورة تفعيل مصر حل الدولتين بما يفضي لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومن جانبه الثمن الرئيس الوزراء الكندي الجهود المصرية مؤكدا ضرورة حماية المدنيين ودعم بلاده لكافة الجهود لوقف اطلاق النار ومحذرا من خطورة التصعيد وفي سياقنا اخر ترأس السفيرة دكتور احمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة بجنيف بصفته رئيسا للمجموعة العربية جلسة احاطة موسعة حول مستجدات الوضع في قطاع غزة وذلك بمشاركة وسعة من ممثل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثل وكالات الانباء المعتمدين لدى مقر الامم المتحدة في جنيف واستمع الحضور الى احاطات العديد من رؤساء المنظمات الدولية بشأن ترد الاوضاع الانسانية في غزة ومنهم رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ووكيل سكرتير عام الامم المتحدة للشؤون الانسانية وايضا منسق الاغاثة في حالة التوارئ ورئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر ووكيل سكرتير عام منظمة طباء بلا حدود ومدير مكتب المفاوض السمي لحقوق الانسان بالاراضي الفلسطينية المحتلة ومدير قطاع التدخلات الصحية الطريقة بمنظمة الصحة العالمية ومدير وحدة العولمة واستراتيجيات التنمية بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وأيضا المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمجلس اللاجئين النرويجي وأشار مندوب مصر الدائم في كلمته الافتتاحية إلى التدعيات الانسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة مع دخول العدوان الإسرائيلي شهره الخامس وارتفاع عدد الضحايا ليتجاوز مائة ألف شخص ما بين قتيل وجريح ومفقود أيضا حذر جمال الدين من مغبة تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح والتي تعد الملاذ الأمن الأخير لحوالي مليون وأربعمائة ألف نازح من باقي مناطق القطاع كما طلب بضرورة وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن أدولي رقم 2720 وتفعيل الألية الإنسانية المنشأة بمجابه والعمل على فتح جميع المعابر وزيادة تضفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين كما نوها السفير جمال الدين إلى ما تقوم به إسرائيل من عرقلة متعمدة لإصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشددا على ضرورة امتثالها باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بمقتدر قانون الدولي الإنساني أيضا جدد رفض المجموعة العربية أية محاولات للتهجير القصري للشعب الفلسطيني من أرضه ومطالبتها للمجتمع الدولي بالعمل على تحقيق حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بناء على الشرعية الدولية حتى يتسنى للشعب الفلسطيني مثل غيره من الشعوب التمتع بحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته على أرضه ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها المجموعة العربية في جنيف لتصليط الضوء على مستجدات الوضع الإنساني في قطاع غزة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب الإسرائيلية على غزة وللاحتلال الإسرائيلي بصفة أعمة ولإحاطة بعثات الدول في جنيف وأصحاب المصلحة المعنيين بتقييم المنظمات الإنسانية لتداعيات الحرب وأيضاً من أجل المعوقات التي تحد من قدراتها على القيام بدورها في إصال المساعدات الإغاثية اللازمة إلى سكان قطاع غزة مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكراً جزيلاً لحضراتك شكراً جزيلاً لحضراتك